نروح معك الشيخ عبد الكريم بيرا هذه الأسماء الثلاثة اليوم الفاف حسب مصادرنا طبعا مخيرة أو ستختار بين هذه الأسماء الثلاثة على أي مستوى سيتم الفصل في اختيار المدرب المقبل بالنسبة للمنتخب الوطني إذا كنا أكدنا أن هذه الأسماء الثلاثة هي من تتواجد على طاولة لجة الترشيحات نمشي ديما في الدلالة المعناوية الفنية واللغوية بالنسبة للمعقول المعمول والمسموع والمسموع باليطوب المعقول يقول أنه لما تكون لجنة في الكلام انتحها تحدد المعايير تحتضر واحد يكون ما يقدرش يتكلم بهواه يبقى حنا حددنا وقلنا والمصدر تاعة شوروخ نيوز من خلال كل حص اللي درناها طيلة هذا هذا الحادث القري فسرنا أمر كثير وفصلناها يعني صراحة دوك إذا خرجوا ثلاثة سوف يدير لوتري تندرح بيقول خرج اللي حابين يمشيوا عليه يبقى معطيات كثيرة احنا قلنا إذا كان هاو لعب ديجا المونديال أدار ديجا عدة مرات المونديال وعنده ألقاء في القرى ويعرفوا شنو هي القرى وخاصة اللغة باش يقدر يتواصل مع اللاعبين ما روش غير اللاعبين حتى المواحيط انتعوه حتى الإدارة حتى التحاد حتى اللجنة الفنية زايد على هذا تأثيره الكاريزما اللي تكون عنده لأنه انتا اليوم ما يخفى لكش أنه عندك منتخب ما روش من عدم منتخب يكون من اللاعبين مهما كان يلعبوا كلهم في أوروبا هذا اللي يدخل لازم يدخل خاصة الظرف اللي رانا فيه ظرف مراوش سهل حساس سيتون فاس ترانزي توار والمنافسة مراهيش بعيدة والمنتخب اليوم بارابور لدات فيفا ما ما بقاش كيمازمان تشد اللاعبين وتحتهم أمامك ما فيش حتى موبارات ودية فيها موبارات رسمية نعم لما يكونوا اللاعبين اللي نشطوا في البطولة المحلية اليوم ما رايش هذه الفرضية اليوم أغلبية اللاعبين تعني نشطوا كلهم في بطولة أوروبية وهذا مرغوم مقيدين كالاتحاد كالناخب وحتى اللاعبين بالنسبة للنوادين تاحهم أنه يجيوا عندهم مرتين بين مارس أفريل وجوا وثلاث مرات بين سبتمبر أكتوبر ونوفمبر من بعد عندك حادث قاري رويسنا فيك اللي هو نهايات كأس إفريقيا في المغرب يبقى نقول ما لازمش يزر بور وحتهم بروس فاز في كأس إفريقيا 2017 خرج في الثمن النهائي مع الجانوب إفريقيا في مصر جمال بالماضي فاز بالبطولة في 2019 وخرجنا في الدور الأول هذا ليس كريتير ريال كونتوني شامبيون دافريك في تور نواكور لا نقصره ولا نقصه صحيح بس إذا كان بيتكوفيتش اللي آدار ديجا ويقدر يتقن اللغة وعنده الهمة حب يقول عنده الكاريزم اللي يخليه أنه يقدر يقود المنتخب بحكم حتى المدرسة نتعى الجهة ديك مدرسة اللي خدمت لهنا في الجزائر وتلقت من خلال راشكوف يزيد إحنا قلنا كاين بيسيرو كاين بيتكوفيتش كيروس أنا أقول أنسبة ما رانيش نزكي فيها ما نعرفه ما تكلمت معه ما قعدت معه ولكنه سيفي هو اللي يتكلم في بعض من الأحيان ولكن هذا دخول يكون ظرفي لأنه فيه عامل سن مهم 72 سنة 72 سنة كاروس جراش نعم 72 سنة صح لما تشوف السيرة الذاتية نعم يو كيري كيلون فيتي نعم بلادح بيقول يبقى الاختيار النهائي لرئيس الاتحاد في الأخير كامل الاقتراحات هذه الشكل اللي راح يقص فيها اللي راح يقص فيها هو رئيس الاتحاد الكلمة الأخيرة تقعد لوليها ربي يثبته ويوفقه وما نغلطوش يا ربما في اللي روجي نعم اشتركوا في القناة